بدك السراحة؟ لا والله حابب تكزبي علي شوي يعني أنا ما اللي عرفاني كيف حسنان تجي تواجه أدرك؟ مرام أنا ما عم بفهم عليك في مجال تفهميني شو الموضوع؟ تفضل جوا بتفهم سلق أوعدك داية لحظة حضرتك لنستأجر الجديد هون؟ فيك تقول هيك شي بعرفك هالحالي أنا صهيب بكون جوزة لمطيعة بنتك الكبيرة لأمطيع صاحب يتهاز المكان لك شو أنت مستغني عن روحك؟ جاية بكل وقاحة ومافش ريشك مثل الدين؟ طيب فيه مجال بفهمنك شو اللي صاير بتضبط؟ هذا يا سيدي مرتك سمعانتك وانت عم تحكي عالموبايل وعم تقول ما عد كفتك واحدة بدك واحدة تانية قولي لا تقولها والله هذا اللي صار معلاته أكيد أنا نزلت من عينها لأ أنت درويش نظامي شو نزلت من عينها ما نزلت من عينها؟ ادعي لربك ما تنزل الليلة بأبرك يعني أنت برأيك لهالدرجة الوضع متأزم ومتفاقن؟ واللهي أنا على الصراحة حاولت لطف الجو بس الغلط لأبسك لبس هلأ مطيعة بس دريان؟ أقول لك اللي ياتو؟ لك عم قل لك أنا دريان ودخلت بالموضوع اي بس صومال دريو قولي راح تعبك على الفاضي أصوهي دربد نظر التboذي تحديث 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عرفاني إنه جوزة ما كفته واحدة وبدو يتجوز عليها التانية شو ما توقع ردة فعلة؟ تسمع مني؟ ما لغير الصراحة كل النسوان بيحبوا يرضوا غرورهم عدم المؤاخذة ممكن؟ تعيق لي هي العبارة؟ عم قل لك كل النسوان بيحبوا يرضوا غرورهم لك لا، اللي عبارة اللي قبلها اللي قبلها؟ طبع المرة بدا يتجوز جوزة عليها واحدة تانية هلأ مطيعة من فكرة أنه أنا بدي يتجوز عليها ولكن شو؟ الحمد لله يا رب إنه مطيعة ما عرفت الحقيقة ليش في حقيقة لسا أكبر من هيك؟ أنت يا سيد عيسام نبين عليك ابن عالم وناس وأكابر وعندك لسر مطرح صح؟ كبير غمية خلصني حكيه أنا عم زور بيانات البطاقة الزكية من شان يطلع لي رب تخبز ثاني لأنه واحدة ما عم تكفيني بس أنا ما فيني أحكي هذا الشيء قدام الكل لأنه هذا الموضوع بيسيء لمستقبلي الوظيفة ولسنة أمام الجهات المعنية آه أنت أصدق التانية رب تخبز ومطلع لبرا ومطلع لبرا ومطلع لبرا مم؟ أتضرب منك لمرتك غرب تخبز أهل إنهنا بتلاتي مخالصين ابني طلع مبدو تجوز عليا طلعا بيزور بطاقة زكية تاني هايك خربت يبات ولجوزك لاحفية امي صهيب ناطرتك حبيبي يلا تخرني على البيت روحي اختي غراضي انا لله فيها الله يشؤون اشتركوا في القناة